القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والأثاب ورئيس مجلس الأمانة لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة أيها الحفل الكريم لا تزال قضية الإعاقة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية تشكل أحد أهم التحديات التي تواجهها المجتمعات المعاصرة كما أن أكثر الوسائل فعالية للتصدي لهذه القضية تتمثل في البحث لمعرفة مسببات حالات الإعاقة أملا في تجنب وقوعها ويمثل مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة لبنة إضافية للجهود التي يتبناها المجتمع السعود الخير لمواجهة الإعاقة ومساعدة المعوقين والإسهام في رفع المعاناة عنهم باعتبارهم فئة عزيزة من فئات مجتمعنا المتكامل المتراحم أيها الحضور الكريم نشاهد جميعا فيلما وثائقيا يحكي نشاطات المركز علم ينفع الناس شعار يحمل بين طياته مسار عمل علمي وبحثي وجهد متفان يسابق الزمان ويسعى إلى الكمال بهدف محاصرة الإعاقة والتقليل من أضرارها في ظل هذه القيادة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وإيمانا من الدولة أيدها الله بأن سلامة ورفاهية كل فرد داخل المجتمع تعد مسؤولية والبحث عما يحققها بكل السبل كان تبني خيار البحث العلمي كمنهج ناجح لمواجهة المعضلات التي تعترض مسيرة البشرية ولما تقتضيه الإعاقة من تأثيرات اجتماعية واقتصادية كانت تلك اللفتة الأبوية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في عام 1990 لدعم فكرة إنشاء مركز متخصص ليروي غرس بذور نماء وارتقى عاما بعد عام ولقد احتضنت جمعية الأطفال المعاقين مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وكان أحد أعضائه المؤسسين والذي شرف بحمل اسمه الكريم في بداية تأسيسه عام 1413 قبل أن ينتقل إلى مقره الجديد ويصبح مظلة لقرارات وخطط علمية تؤسس لمعالجة مشكلة الإعاقة في المجتمع السعودي من خلال الأبحاث والدراسات والتطورات العلمية في هذا المجال حمل الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة على عاتقه مهمة حث الهمم وحشد الطاقات في أوساط قوى المجتمع والمؤسسات منذ بداية غرس هذا المشروع الفتي والذي حظي منذ انطلاقته بدعم سخي وكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله كما كان لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله يدا كريمة في جوانب عديدة من الدعم المعنوي والمادي للمركز كما دعم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله برنامج الوصول الشامل ويدور مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وفق آلية مؤسساتية ويحظى بمتابعة مستمرة من مجلس أمناء المركز وبمساهمة أكثر من 120 من مؤسسي المركز والذين ينتمون إلى ميادين شتى من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقد حقق المركز منذ تأسيسه الكثير من الإنجازات البحثية والأنظمة والدراسات المتعلقة بخدمة المعاقين وكانت أولى إنجازات المركز العمل على وضع نظم قانونية للمعاق من خلال تقديم مشروع أول نظام وطني لرعاية المعاقين بالمملكة والذي أقر من المقام السامي الكريم عام 2001 والمبنية على أساس التشريع الإسلامي والنظام النافذي في المملكة وقام المركز بإجراء دراسة حول حقوق المعاقين في الإسلام والتي نشرت باللغة الإنجليزية بجامعة ليدن بهولندا وقام المركز بإجراء البحث الوطني للتعرف على مشكلة الإعاقة لدى الأطفال في المملكة وتحديد مسبباتها ومعرفة نسبة الإعاقة في المملكة في مختلف مناطق المملكة وذلك من أجل وضع الحلول المناسبة لها والتغلب على مشاكلها ومن أجل الحد من اللعاقة قام المركز بتأسيس البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثه الولادة لأمراض التمثيل الغذائي والذي انطلق في صيف 2005 بهدف الكشف المبكر عن 16 مرض وراثي وقد حقق البرنامج نتائجه الإيجابية من خلال فحص أكثر من 900 ألف عين ونتج عنها إنقاذ نحو 900 طفل من الإعاقة بفضل الله وقد قام المركز بترشيح طرق علاجية حديثة في مجال الإقصاء وعلم الجينيوم والعلاج الجيني والعلاج بالخلايا الجذعية والشرائح البيولوجية وأبحاث الحاسوب والروبوتات صدر القرار السامي من مجلس الأزراء رقم 1719 بتاريخ ثاني من الشهر الثامن لعام 1434 باعتماد الأدلة الإرشادية للوصول الشامل وهي متمثلة في الدليل الإرشادي للوصول الشامل في كل من البيئة العمرانية وسائل النقل البرية والبحرية وأيضا للوجهات السياحية وقطاعات الإيواء ويعد دليل الوصول الشامل من ضمن الجهود الجبارة للمركز والذي تم إعداده بطريقة متكاملة شاملة تخدم جميع شرائح المجتمع ويهدف المركز إلى دمج المعاق من خلال برامج تدريبية شاملة وأنظمة تمويل مشروعات صغيرة ومن منطلق توجه المركز بإيجاد مصادر استثمارية ذات عوائد ثابتة لمساندة استراتيجية المركز ودعم أبحاثه قامت لجنة الاستثمار برئاسة صاحب السمو الملكي لمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمخاطبة صاحب السمو الملكي لمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأعلى للمركز بتخصيص أرض بحي السفارات لصالح المركز كوقف خيري يقام عليه استثمار وتمت موافقة سموه بمنح أرض تبلغ مساحتها 7233 مترا مربع كوقف خيري لصالح المركز ويعمل المركز على تمويل جزء من تكاليف بناء هذا الوقف والمقدرة بما يزيد عن 150 مليون ريال من مساهمة المؤسسين بقرض حسن وكذلك من خلال المساهمات والتبرعات ولقد حرص مركز الأمير سلمان لأبحاث اللعقة على إنشاء شراكات مختلفة مع وزارات ومؤسسات الدولة من بينها وزارة الصحة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في برنامج الفحص المبكر للأطفال حديثي الولادة وزارة الداخلية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية في برنامج سهولة الوصول الشامل وزارة الشؤون الاجتماعية في برنامج تقييم وتطوير مراكز الرعاية النهارية وزارة التربية والتعليم لبرنامج صعوبات التعلم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأبحاث المتقدمة وبرنامج الصحة وضغوط الحياة خلال مسيرة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة حصد العديد من الجوائز محليا وعالميا من أبرزها جائزة البحرين للعمل الإنساني لدول المجلس التعاون الخليجي جائزة الأمير محمد بن فهد لخدمة أعمال البر جائزة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للرواد العرب لتمكين ذوي الإعاقة جائزة الشايو 2001 من مفوضية الاتحاد الأوروبي في المملكة جائزة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية 2012 كأفضل مركز في الوطن العربي وقد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وليو العهد والنائب الثاني لمجلس الوزراء والرئيس الأعلى لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بالموافقة على إنشاء جائزة خاصة باسم مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بعد أن كانت تحت رعاية جمعية الأطفال المعوقين وتعد الجائزة تشجيعا ودعما من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز للبحث العلمي والتأكيد على أهميته وتستمر مسيرة الإنجاز والعمل بعلم ينفع الناس حضورنا الكريم الآن يتم تدشين بنامج التدريب عن بعد يلي تدشين برنامج المسح الوطني لصعوبة التعلم إلكترونيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أصحاب السمو حضورنا الكريم في هذه اللحظات مراسم توقيع مذكرات التفاهم لتطبيق برنامج الوصول الشام أولا مجلس منطقة المدينة المنورة يمثل الجهة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس المنطقة ويمثل المركز صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء يلي ذلك رئاسة الحرمين الشريفين ويمثلها معالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الفالح نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف ترجمة نانسي قنقر نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف معالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الفالح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويمثلها معالي الدكتور علي بن ناصر وقفيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ويمثلها معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السلام أمانة منطقة المدينة المنورة ويمثلها معالي الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر الهيئة الملكية للجبيل ويمثلها الدكتور علاء بن عبدالله نصير مؤسسة الأميرة العنودة الخيرية ويمثلها الدكتور يوسف بن عبدالله حزين اشتركوا في القناة المكرمين صاحب السمو الملكية الأمير الدكتور فيصر بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ويمثلها مع الدكتور قاسم بن عثمان القصبي الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد بغلف وهناك دعم بهذه المناسبة مجموعة بن لادن السعودية ويمثلها منصور بن حسم بن لادن المهندس ناصر بن محمد طوى الأستاذ الدكتور محسن بن علي بن فارس الحازمي الدكتور تيرانس دولان وذلك لجهوده المقدرة مع المركز الدكتور الدكتور والعقل اشتركوا في القناة في الختام لكم من كافة القائمين على هذا اللقاء جزيل الشكر والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في اطلاق مركز الميره العنود لتنمية ذوي الاعاقة قادر لرعاية الصم ثم كعادتك مبادر ومبتكر من ذلك التاريخ ولله الحمد نحن عملنا من خلال ما يسمى بالتشبيك الاجتماعي وقد وعدت ان نطلق ذلك البرنامج تلك الاتفاقية وقع مع مركز الامير سلمان لابحاث الاعاقة وبحضور صاحب السمو الامير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز وبالمدينة المنورة المباركة يسعدني حقيقة ان ازف للحضور اطلاق وتجين تحت رعايتكم الكريمة تصنيم دبلوم عالي لتأهيل مترجمي لغة الاشارة ما بعد المركز الثانوية ثم ايضا مركز وطني معتمد بالشراكة مع وزارة التعليم العالي لاعتماد وتأهيل وتصنيف مترجمي لغة الاشارة وبذلك نحن سوف نحن بخدمة 700 الف اصنب المملكة العربية السعودية من خلال هذه المنظمة المباركة ومن خلال هذا القائد الرائع الذي دعمنا بكل قوة ولله الحمد اتى الثمارة سمو الامير وبسرعة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة